الفرق ما بين التهاف الدم وميكروف الدم هو اللي توقع هو أنه الشي مرتب حالة نحاولوا نبسطوها المريد يعني بوحد الكلمات اللي يقدر يفهم أكثر يعني من اللي تغمي ديكو دونك تقدر يكون خلط ما بين هاتجوش كلمات اللي أريد أن نشرح الكنية الفرق ما بينهم هو من بين التهاب التهاب شنو هو؟ التهاب هي أي أغريسون أي مشكل تترى لك في الدات ديالك سواء يعني التهاب يعني إن أغريسون فيزيك مثلا تحرقت أو لا تضربت أو لا تجرحت أو لا دخل لي ميكروب في الدات أو لا خلال المناعة دونك هادو كاملين تيديرو التهاب شنو هو التهاب يعني عندي واحد الخلايا في الدات ديالي اللي هي الخدمة ديالها هو أنها تهاجم هادلينزاق غريسون يتوقع تدير إن غيكسون أفلاماطور واحد الاستيجابة التهابية هذا هو التهاب يعني التهاب هو مش مرض التهاب هو واحد الحاجة اللي تستقدر تكون في بزاف الأمراض دونك من بين الأسباب ديال التهاب ميكروب شنو هما الميكروبات ميكروبات هما سواء البكتيري سواء الفيروس سواء الشامبينيون سواء الپارازيط هادو ميكروب داكو ما في بعض الحالات نوك تيوقع خلط عند الناس يعني تقدر مثلا تقدر مثلا لا يحفظ سرطان الدم تيقولك ميكروب في الدم كوفيد راتا هو ميكروب في الدم دونك تكون واحد اللبس كيف نقولوه في الكلمات ميهو دونك الالتهاب هي واحد الكلمة اللي هي عامة ولا شاملة ديال انني عندي مشكل في الدات ديالي والدات ديالي تتهاجم شي حاجة ايه من بين الأسباب ديالها ميكروب 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 ميكروب